الايميل او البراجراف ده اخر سؤال بيجيلي في الامتحان سؤال الايميل او البراجراف بيطلب مني اكتب ايميل او اكتب باراجراف ناخد بالنا كويس قوي ده بيكون عليه 6 درجات او 7 درجات مهم قوي ان انا اخد بالي ان انا اكتب جمل صحيحة مهم قوي ان فيه حاجة اسمها ليه قوي تنسيق الخطاب او تنسيق الايميل او تنسيق البراجراف لازم اخد بالي ان انا في الايميل لازم ابدأ بكلمة from من واكتب اسمي انا اللي مدهولي او الايميل بتاعي وبعدها to بكتب ايميلي الشخص اللي انا بعتله بعدها بكتب كلمة subject اللي هو الموضوع او about عن وبدي عنوان للموضوع مثلا انا هدعي لحاجة او اسمي الموضوع invitation دعوة مثلا عايز اكلمه عن اسكندريا اروه كاتب أليكزاندرا عايز اكلمه مثلا عن رحلة امتي بيها لندن اقول اسميه a visit to london على حسب بقى واتفر الموضوع اللي انا هتكلم فيه لو جايبهولي وببدأ بعد كده لو كان الايميل طبعا بقول له hi احمد مثلا او دير احمد بحقيه جملة فتتحية في الاول مقدمة وبعدين بخش في الموضوع على طول تعالي نشوف كده نموذج لسؤال الايميل ممكن يجيلي ازاي بيقولي write an email of seven sentences اكتب موضوع من ايميل من سبع جمل عن واحد من الموضوعين دول يعني في الامتحان هتختار واحد من الموضوعين ولو جاب لك paragraph برضو هتختار واحد من الموضوعين اول حاجة to your friend هاني لصحبك هاني inviting him to your birthday party هتدغيل حفلة عيد ميلادك ده موضوع وده موضوع جميل ومهم الموضوع التاني to your teacher لمدرسك mister nabil explaining هتشرح له او هتقول لي mister nabil why you'd like to go to STEM school ليه انت عايز تروح مدرسة من مدرس ال STEM طبعا احنا عارفين مدارس ال STEM ال STEM اللي هي مدارس المتفوقين S refers to science technology engineering and math STEM اختصار كلمة science technology engineering and math بيقولك your name is omar اسمك omar and your email address البريد الكتوريني بتاعك is omar at school dot com هو بيديك اي email بقى يا ومو الشرط يديك email كمان طب لو ما كتب ليش email يا mister لو قالك عمر بس اكتب عمر وخلاص طب اددك طب قدر ان عايز اعمله اكتب omar at yahoo dot com اي email انت عايز تكتبه وفيش مشكلة omar at school omar at home dot com اي حاجة مش هتفرق حتى لو كتبت عمر بس هتبقى صحي برضه احيانا ما بيديكش اسم ما تكتبش اسمك الحقيقي لا ده انت اكتب اي اسم يعني مثلا في موضوع زي ده هو ما تديك اسمك عمر طب احيانا ما تدكش اسم ما تكتبش اسمك اكتب اي اسم وخلاص تمام تعالي نشوف مع بعض كده ده ال email اول حاجة to hany at school dot com from omar at school dot com انا بعت لهاني وانا اسمي عمر وده ال email بتاعي subject الموضوع invitation دعوة احنا انا قلت هختار واحد من الاثنين انا اختارت هنا موضوع الدعوة وحوريك برضو موضوع ال stem school تكتبه ازاي عشان ممكن يجي لك على فكرة في حيات كتير قوي ممكن يجي لك في ال paragraph وممكن يجي لك في ال email موضوع ال stem ده موضوع مهم عشان كده انا حوره لك راخر يعني حوريك الدعوة وحوريك كمان موضوع ال stem عشان ادعيك لحفلة عيد ميلادي the party will be next friday it will be in the club all our friends will come كل صحابنا حييجو we'll sing and dance حنغني وحنرقص يبقى لازم يعني ادعي واقول له اعمل له كده عملية motivation تحفيز ان هو يجي اقول له we will eat we will play you will dance we'll sing حنغني كده تمام؟ you'll enjoy your time حاجات دي كلها قلت له كمان we'll eat cakes حنأكل cakes could you bring your camera to take some photos ممكن تجيب الكاميرا بتاعتك عشان نصور بيها your brother sami can come بقول له كمان اخوك سامي ممكن يجي if he likes I'm sure you'll enjoy your time متاكد حتى تسمع you love from تحياتي عمر تمام؟ انا عايزك تبص مرة تانية معايا على تنسيء الاميل شوف انا كاتبه ازاي الاول مفروض ابدأ بfrom اول عكس مش مشكلة وبعدين subject بكتب جملة افتتاحية ولاحظوا برضو في حاجة قاعدة مفروضة المفروضة سيب حتى ادعو له الصباع في اول سطر لو تلاحظوا كده قبل كلمة هوريو انا سايب حتى صويرة فاضية وكذلك في البراجراف بعملها بارد بنبدأ كل جملة دي كلها قواعد بقولها لقواعد لكتابة الايميل او البراجراف المفروض كل جملة تبدأ بكابتال لتر بحرف كابتال وتنتهي بفول ستوب ونكتب جملة ورا بعضيها محادش يكتب كل جملة في صرف تمام؟ شوفنا تنسيء الايميل تعالوا نشوف كمان الايميل التاني اللي هو بتاع ستيم سكولز انا حلق جوبتلكم الاتنين عشان عايز اوريك النوعين عايز اوريك موضوع الدعوة عشان ده اخدته في اخر يونت في يونت 9 وموضوع مهم وكمان موضوع الستيم سكولز مهم ان انا اعرف اكتب فيه سواء او اكتب فيه ايميل المفروض بتبقى سهلة بالنسبة الايميل هنا لانا قال لك اكتب ايميل لمستر نبيل اشرح له سبب وجهة نظر كان انت عايز تخش مدارس ستيم جيل from عمر دمك المتاع الموضوع سميت الموضوع بتاعي ستيم سكول مدارس الستيم دير مستر نبيل عزيزي مستر نبيل how are you i hope you're well ام رايتينك ذيس ايميل باقوله انا باكتب لك اليميل ده عشان احكيلك مقدمة جميل او بتعجبني حكايت ان انا اقول ام رايتينق ذيس ايميل او باكتب عشان اقولك عن كذا ليه انا عايز اروح مدرسة مدرس الستم انا بقوله انا شاطر في مواد الستم اللي هي ايه بقى بكتوبها ونقصين عندك ساينس تكنولوجي انجينيرينج ان ماس يبقى ستم اختصار ساينس تكنولوجي انجينيرينج ان ماس ستم سكولز بعرفه بقى بقوله ستم سكولز دي مدارس خاصة تركز على تنمية مهارات الطلبة في المواد دي مواد ايه اللي هي مواد الستم يعني تمام نكمل قلتوله ايه كمان بقوله اللي يعني ايه كمانع فا نتعمل سم اعتمد المشروعات بشغع الطلبة انهما يعلمون مشروعات بيشتغلوا فيها مع بعض بيشتغلوا فيها مع بعض الحل المشكلة الاني اعتمد المشروعات انهم يعملوا مشروعات ولكنهم يعملوا مشروعات الخبراء say that there will be many more jobs in the future حيكون في وظائف المستقبل that need skills in STEM subjects بتحتاج مهارات في مواد STEM لما بيخلصوا الدراسة STEM school students will be able to work in exciting jobs هيشتعلوا في وظائف رائعة الوظائف دي هتستغل المهارات اللي هم هتعلموهم yours faithfully المخلص أمر في طلبة أحيانا ممكن يقولوا يا مستر طب أنا مش هعرف اكتب في الموضوع الاستم... ليه مش هتعرف تكتب الجمل الدرس ده موجود كدرس من دروس الريدنج عندك في الكتاب يعني الجمل دي أنا مش جابها من عندي لا ده هي موجودة في الكتاب يعني المفروض ان انا قرأت عن الموضوع ده واعرف اكتب جمل عليه تمام؟ البراجراف انا هنقش معاكم المهارتين عشان ما بقاش سيبت حاجة خالص نهائي الايميل انا وريتك نوعين من الايميل ووريتك تكتب ازاي دعوة الايميل اعمله دعوة ازاي ووريتك كمان ايميل عن STEM school زي ما دارس الستم البراجراف تعالي نشوف مع بعض ازاي حكتب البراجراف بيقولك write a paragraph of seven sentences on your favorite hobby اكتب موضوع عن هوايتك المفضلة guiding points مديك نقاط ارشادية كده هو مش شرط يدها لك يعني يعني احتمالك دعوة اش موجودة بس انا بقولك لا ودك جمل تساعدك زي كده عن your favorite hobby اول حاجة what's your favorite hobby ايه هوايتك المفضلة دي افكار عارف انت ما بتيك تكتب موضوع composition موضوع تعبير في العربي كده مش بتعمل نفسك عناصر دي العناصر اللي تساعدين when do you practice it when do you practice it بتمرسها امتى who do you practice it with بتمرسها مع مين why is it important ليه هي مهمة يلا نشوف بقى الجمل اللي كتبناها عن my favorite hobby عملت عنوان الموضوع قلت my favorite hobby هوايت المفضلة my favorite hobby is reading هوايت المفضلة القراءة i practice it at home بمارس القراءة في البيت i usually practice it when i have free time بمارسها ما بيكون عندي free time وقت فراغ i practice it alone alone يعني الوحدي بمارس القراءة الوحدي مش مع حد لانه كانت فيه سؤال بيقول بتبارسها معنى reading is important القراءة مهمة as it widens my mind كلمة widens يعني توسع بتوسع عقلي او ممكن اقولها it enriches my information يعني بتثري المعرفة enriches my knowledge enrich معناها you three او يزود المعرفة and gives us a lot of information بتدينا معلومات كتير ده الparagraph موضوع الparagraph كده انا نقشت معاكو كمان how to write a paragraph بس ناخد بالنا كمان في جوزئية اوي عايز اكد عليها قبل ما نتنيلم الموضوع ده في الparagraph مهم اوي ان انا قلتلكو to indent the first line بسيب حتة في اول سطر ببدأ كل جملة بحرف capital بنيها ب full stop بحافظ على ان انا ما يكونش عندي grammatical mistakes احطاء في grammar يعني ايه يا مستر grammatical mistakes يعني ما يبقاش بتتكلم في موضوع عن هوايتك المفضلة وتروع اعمل لي جمل في الماضي اعلاقت الماضي بالموضوع ده طب موضوع مثلا عن جاب لك موضوع عن a visit to the zoo زيارة الحديقة الحيوان او a visit to london زيارة لندن باكت بجمل في الماضي بقول انا i went to london last friday رحتوا لندن الجمعة اللي فاتت i went to is my friend رحتوا مع اصحابي يبقى الجمل كلها هتبقى في الماضي لكن موضوع اللي هي facts الحقائق دي زي موضوع reading القراءة هويتك المفضلة الحاجات دي مدارس الحاجات دي معظمها هتبقى الجمل في المدارع البسيط النهاردة نقشتي معاكم اللي هنشوفها ان شاء الله في ورقة الامتحان ركزنا على كل النقاط المهمة تقريبا ما سبناشا حاجة خالص نقشت معاكم اول سؤال اللي هو سؤال الديالوج شوفنا كمان situations المواقف شوفت معاكم سؤال القطعة بنوعين الاسئلة الماشنج وسؤال الopen ended question شوفنا الباسج القطعة